كما تقدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للعراق بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة للتحادية أكد مدبولي أن هذه الخطوة الهامة سيكون لها إنعكاس إيجابي على برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في العراق اسمح لي دولة رئيس أن أتوجه لدولتكم وللحكومة بخالص تهنئة بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات من عشرين ثلاثة وعشرين إلى عشرين خمسة وعشرين وأشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية إصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات إجرائية وحلول عملية فعلاً لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات والحقيقة يعني على يقين أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها إنعكاس إيجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في إطار العديد من الأليات المختلفة حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية وإعادة الإعمار لبلدنا الثاني العراق وأيضاً من خلال شراكات مع شركات عراقية أيضاً في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات ترجمة نانسي قنقر